قافلة الهدى الدعوية وقال به مرض فالأول يعالج بالعلم والآخر يعالج بنور الإيمان الذي يعصم الله جل وعلا به العبد من الشهوة وبن آدم مهما بلغوا من العلم والإيمان ضعفاء فلا سبيل إلا صدق التوكل على الله جل وعلا ولزوم الحق والصبر عن المعصية حتى ترفل في ثياب العافية من الشهوات ومما حرم الله جل وعلا وحتى تعانى على ذلك لا بد أن تستصحب أمورا أعظمها أن الله جل وعلا توعد من انتهك حروماته وتجاوز حدوده بأعظم العذاب والأمر الثاني أن لذة الشهوة المحرمة مهما بلغت وسمت فإنها إلى زوال وضمحلال وأنه ما من أحد كان رجلا أو امرأة إلا وسيخلى عنه في قبره وتحل عنه أربطة الكفن ويبقى في قبره يرى عمله إن كان عملا صالحا تزين له في أبهى حلة وإن كان عملا سيئا كان له في منظر قبيح واسم قبيح فالأول يفرح بما رأى والآخر يتحصر على ما يشاهد كذلك ينبغي العلم أن هذه الجوارح تنطق بين يدي الله وقد أنزل الله جل وعلا على عباده لباسين لباسا يشترك فيه البر والفاجر والمؤمن والكافر امتن الله به على بني آدم جملة قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ثم ذكر لباسا آخر هو أعظم وأجل لكن لا يعطاه كل وحد ولا تؤتاه كل نفس قال الله جل وعلا ولباس التقوى ذلك خير فلباس التقوى يستر من فضائح الآخرة لباس التقوى يستر من فضائح الآخرة والناس كما يحشرون يوم القيامة عراء في أجسادهم يحشرون عراتا في أفعالهم فيقع من فيرى كل أحد عاقبة عمله ويرى ذلك عيانا فبعض العباد لم يأبه بستر الله عليه في الدنيا ولم يفرح به ولم يرفع به رأسا فيفضحه الله جل وعلا على رؤوس الأشهاد ومن العباد من حفظه الله فلم تقع جوارحه في الزلل ولم تزدلف عيناه إلى الخطل فهذا محفوظ في أكمل رداء وأجمل رباس ورجل دعتهم رأة إذا ناتوا منصب وجمال فقال إني أخاف الله وآخرون وقع منهم زلل وكان منهم خطل لكن الله جل وعلا سترهم فقبلوا ستر الله عليهم فلم يحدثوا بذلك أحدا ولم يخبروا بذلك نفسا ولم يتباهوا بصنيعهم في مجلس ولم يتعالوا به على أقران ولجأوا إلى ربهم يذرفون الدمح وتجلوا القلوب ويصلون الليل رجاء الله أن يمحو ما قد كان ويغفر لهم ما قد سلف ويعفو عنهم ما قد مضى فقبل الله جل وعلا توبتهم ورحم الله حالهم وغفر الله خطاياهم وسترها عليهم يوم يلقونه وأصحاب هذا الحال كثير في الناس فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له والله جل وعلا أجل وأكرم وأرحم